على هذه الأرض الجرداء كانت تقف شامخة بناية وقاعات نادي بابل الرياضي إحدى أهم وأخدم المنشآت الرياضية في بابل تفاجأ الرياضيون بهدم ناديهم من قبل أحد المستثمرين بعد أن استأجر الأرض من وزارة الشباب والرياضة الحقيقة طبعا ليس بشيء سهل على إدارة نادي بابل وعلى رضيون نادي بابل هذا الموضوع الحقيقي اللي صار بتهديم نادي بابل الرياضي العريق اللي هو تأسس منذ عام 1960 وأيضا هو يكفي يحمل اسم المحافظة بابل لكن الحقيقة تألمنا جدا أن وزارة الشباب والرياضة وفي زمن الوزير السابق رساد عبد الحسين عبطان أعطى نادي بابل الرياضي إلى المستثمر أو الجهة استثمارية الحكومة المحلية في بابل أوقفت البناء وتوعدت بالوقوف بوجه ما أسمتها مهزلة استثمار أراضي الشعب بعد موجة الاستثمار لمتنزهات وأندية ومرافق سياحية في المحافظة وقفة مجلس المحافظة وقف وقفة جادة بمنع بات أي استثمار أو أي فرصة تأخذ بدون قرار من مجلس المحافظة وقفنا العمل في نادي بابل إكراما لشبابنا الرياضي وقفنا العمل في معمل النسيج إكراما لعمالنا ونحن نرجو من الوزارة الالتفاة لمعمل النسيج لإنشاء وتشغيل أهالي بابل في المعمل وكذلك المتنزهات تبقى متنفس ولا نسمح لأي شخص أن يستثمرها من أي طريق المواطن الذي كان ينتظر الاستثمار لكي يعمر ويستثمر المناطق الجرداء والبائسة يواجه صدمة الاستيلاء على المنشآت الترفيهية القليلة بحجة الاستثمار نفسه من محافظة بابل عيسى العطواني قناة الفلوجة